احنا قدام موضوع خطير جدا اي حاجة عايز تعرفها وتفهمها لابد ان ترد الشيء لاصل احنا عندنا هنا نقابة اسمها نقابة السادة الاشراف بتعمل ايه نقابة السادة الاشراف دي وموجودة في كل الدول العربية بتجيب لك النسب بتاعك الى سيدنا محمد علي افضل الصلاة واسكى السلام خاطم الانبياء والمرسلين طب سيدنا محمد ده جماعة بالعقل هل هو اول الشجرة ولا اخر الشجرة سيدنا محمد اخر الشجرة اخر حاجة في الشجرة سيدنا محمد طب من هو اول الشجرة اول الشجرة هو سيدنا ابراهيم عليه افضل الصلاة ايضا واسكى التسليم جد الانبياء يبقى اول واحد مين سيدنا ابراهيم يبقى المفروض نقابة السادة الاشراف في مصر واللي موجودة في كل الدول العربية لما تيجي تعمل لي شهادة نسب انه من الاشراف ما توقفنش عند سيدنا محمد لازم تطلع بيا الى مهد الزمن حتى تصل بيه الى نسب سيدنا ابراهيم صح عايزين نجيب واحد بقى من الناس الكبار اللي لهم مركز كده بينتسبوا الى السادة الاشراف اللي ناسكوره دلوقتي الراحل المرحوم كمال الشزلي كان وزير شؤون مجلس الشعب والشورى وكان امين تنظيم الحزب الوطني المنحل وكان واحد من اكبر الابضيات في مصر ان لم يكن اباضي مصر الاول معاش هذا من نقابة السادة الاشراف اتحداه الله ارحمه بقى اتحدى ابنائه وهو عنده ابن اسمه معتز عضو في مجلس النواب اتحدى ابنه معتز انه يجيب لنسبه الى سيدنا ابراهيم اتحدى كل الملوك والرؤساء العرب اللي هما نقاب انهما بينتسبوا الى الاشراف ونروح بعيد لي جلالة الملك ملك الاردن من السادة الاشراف اتحدى جلالة الملك عبدال اذا جاب لي نسبه صحيح الى سيدنا ابراهيم ليه لان العرب ما كانوش بعرفوا يقروا يكتبهم وانا هقول لكم ادلة على كذب من يدعون انهم يصلوا بالانساب الى ما قبل سيدنا محمد احنا عندنا في حروب الجيل الرابع ما هو انا ده المدخل بتاعي علشان اعرفك حروب الجيل الرابع احنا عندنا حروب الجيل الرابع بتعتمد على التعددية الجنسية تعدد الاجناس وتعدد الثقافات احد المحاور اللي بتعتمد عليها زي ما عملتها وكانت هي مدخلها في الثورات الملونة اللي اتعملت في اوروبا الشرقية اشتركوا في القناة